السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سيد امين عبد الحسيب الضريبي. ورجعنا معكم في تاني حاليات استخدام في برنامج والنهاردة ان شاء الله هنبدأ في الجزء العامل ازاي ان احنا نشتغل على اللي قدامنا ده. ونعمل المشروع الاول معنا وهو القلب النابط. يلا مع بعض. نامج بتاع معنا سواء ان احنا نفتحه من خلال جهاز الكمبيوتر او من خلال موقع الويب. تمام? طيب وعشان نضيف هندخل على الاضافات هنا. وندغط على ايجي هنا اخطار نوع الاضافة اللي انت عاوزها. طيب هنا اجي الاجي هنا هوت هنا بجول عشان نتصل لازم يكون في عندك المطالبات دولي البلوتوز والانترنت او هجولهم ايش شيء هندغط عليه. هيبدأ هنا يعمل عملية بحس على اللي هو على هل الماكروبيت متصل بالجهاز ولا لأ? هنا طبعا نخلص عملية البحس والداني بقول لي ايه? طيب خلي بالك في عندها حاجته. اتأكد ان انت عندك وشغال. ده في برنامج صغير اسمه طب غير اللي احنا شغلنا عليه او غيره. ثانية حاجة اتأكد ان انت انفعل البلوتوز بتاع الجهاز. طب اعملت ريجين? لو انا متأكد ان دول موجودين عندي. لو مش موجودين عندي هضغط على الامر المساعدة او الهلب. فهيطلع معي الموقع بتاع الويب بتاع اسكراتش بالشكل اللي قدامنا ده. طيب. الموقع اول ما يفتح هوت هيفتح معي على اللي هو الايه? المايكروبيت. اه بقول هنا المايكروبيت وهنا بديني بعض التعليمات وهنا بيشرح لجزء منه وهنا بديني باجه اهم حاجة المتطلبات. عشان المايكروبيت يشتغل معي ايه هي المتطلبات? رقم واحد لازم يكون في نظام تشغيل من الانظمة ديت اللي هو تنفع تكون يشتغل عليها. زي ويندوز عشرة. جبا لجابي كده ما ينفعش. الماك بتاع عشرة وضط ايه بلاس تلتاشر. طيب وهنا برضو ستة من عشرة بلاس ستة من عشرة اعلى من ستة زائد البلوتوس زائد برنامج سكراتش لينك. اجيبه منين سكراتش لينك? انزل بالروحة كده. هتلاقي هنا بقول لك اه انت طبعا انت شغيل على ويندوز احنا شغينا حاليا على الويندوز. فمتوفر عندي او مطابق عندي نظام التشغيل. طيب. الجزء التاني اللي هو عندي هنا او من خلال هضغط على عشان ينزل مباشر. طيب حضرتك اول ما تنزل وتسطل. هيظهر بالشكل ده كده في جزء المهام هنا هتبص تلاقي الحتة الصغيرة ده او ده. طب فرضا مش ظهر معايا هنقول دلوقت يعمل ازاي? يبه هضغط على تحميل. او اتظهر معايا. هو مساحته صغيرة حوالي واحد واربعة من عشرة طيب. بعد كده استنى مش تمشي من الصفح. بعد ما تنزل وتسطل بالبرنامج ده هتوصل طبعا او انت موصلة هوت الميكروبيت هوت بجهاز الكمبيوتر او جهاز اللاب بتاعه عن طريق كابل تاني حاجة. حضرتك هتنزل البرنامج ده اللي هو اسمه ده برضو سنمطوط خالص. طيب البرنامج ده هنسطبه لا 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 مش هنسطب. ده احنا هنفتح النافذة اللي احنا هنعمل ده هنعمل ده عليه ده. هنعمله ده الاول. هو على الديسك توب مسلا. زي التاني. وعمل سيف. وهنا بدي التحميل. حضرتك بعد كده انت حطه على الديسك توب. هنفتح كمان انت طبعا وصلت اهو الميكروبيت هيظهر آآ جزء هنا زي وكده اسمه ميكروبيت اهو. ده الصور هنا كده. ميكروبيت. حضرتك هتفتح الجزء الصغير كده انها فزها صغيرة وتسحب الملف ده اللي هو وتسحبه وتحطه في الملف في الجزء اللي اسمه ايه? آآ مايكروبيت. تمام كده? طيب وبعد كده هنبدأ نشتغل عليه. طيب تعالوا نجرب ونشوف الدنيا هتمشي ازاي? هننزل ده الاول عشان لسه طبعا المطالبات مش عاملات اهو. هنضغط عليه. عشان يفتح معنا. ادي هوت هنضغط بالكليك عليه هوت يبدأ انفاكمل عليه الضغط. هنا طبعا بيبدأ يعمل او تحميل. عشان يتسطب. هي طبعا الويندوز هيقول لي انت عادت نزل برنامج. هيقول لي اه. تمام? يس. يبدأ يعمل تصريب للبرنامج بتاعي. طبعا لو في حيات من المطالبات ديت مش متوفرة. هيدينا انه في مشكلة. سواء الاصدار او بتاع او كلام ده كله. مالش? يوبا كده انا سطبت البرنامج. طب انا نفتح كده. جزء المهم. مش موجود معايا هنا البرنامج بتاع سكرتش لينك. طب وما اللي انا عملته بجأة. طبعا هنجي هنا على الجزء بتاع البحس نضغط ونكتب لينك. لين جزء هيت. هو اوتوماتيك ظهر معي هو ايه? تمام كده. حضرتك هنضغط بس على البرنامج هنا. يبدأ يظهر معي على الجزء المهم هنا. ويدخل في الامر هنا. اهه. ظهر اوت معي. لو ضغط على هنا. اهه. ظهر معي ايه? يبا انا كده حمل برنامج. فاضل معي ان انا اعمل ايه? انجل الملف. اهه. افتح الملف بتاع اول بحمل. اهوت الملف. هنصغر النافذة. ونفتح نوصل دلوقتي بالجهاز. ونبدأ نعمل كده اهو. اسحب كده. اهه. تمام? وهنا هيببى النافذة بتاعت دلوقتي هاروح سايبة فيها. يببى هنوصل دلوقتي الماكروبيت. تحميل الملف داخل الماكروبيت. يتم فصل اه ممكن فصل اه الماكروبيت عن الجهاز. تمام كده? قصنا الاشتراطات نضغط على حاول مرة اخرى عشان يبدأ ان هو ايه? يعمل اعداد تاني. خلي بالك ان البروتوس ممكن الاعداد تختلف من جهاز التاني. هنا عمل ايه? يوبا هنا اتصال. كده نبدأ نعمل قطع البرمجة بتاعتنا. بعد ما وصلنا بالجهاز وتأكدنا ان احنا فعلنا البلوتوس وكلام ده كله تعالوا نشتغل مع بعض اول برنامج معايا اللي هو مشروع القلب النبط. طيب هنعمل مشروع القلب النبط ده ازاي? طيب اول حاجة هنيجي على ونقول ونكليكت نكبر كود البرمجة. اه ونكليكت? ايه اللي يحصل? ندخل على ونقول له اعرض ايه اتنا كده. اعرض ايه? هنا طبعا هنا الامر الافتراضي او العرض الافتراضي اللي هو شكل الجلب. ازاي ده? هنضغط على السهم ده. اه. هنا رسم رسمة الجلب. طبعا احنا ممكن نرسم اي شكل تاني غير ده. ان احنا ممكن نفرغ الحياة هيت. ونبدأ ان ايها هوت? ونبدأ ان احنا نرسم اللي احنا عاوزين. طب لو احنا عاوزين الجلب ماشي ممكن بدأ نكتر نرسم احنا بايدنا. وممكن احنا ندخلها تاني اهيه. طيب. بعد كده. انا عاوزها يظهر شكل الجلب وبعدين يطفي وبعدين اه يبهاج اقول له طبعا انت المدة الزمنية هتوبة طبعا احنا عارفنا جابت كده في ان المدة بتاعت او الانتظار بتحدد على اساسها الايه السرعة بتاعت الايه العمل بتاعي. طيب بعد كده ايبه كده هيشتغل. طب انا عاوز اطفيه كده هينتظر عشان الناس كلها تشوف اللي ايه الشغل بتاعه اللي هو رسمة الجلب او التنوير بتاعه. طيب عاوز اطفيه بجا هندخل على التاني. واختار. وافتح امر. ممكن نحن نضغط على كل اللمبة من اللمبات ديت. دي كلها للمبات ليد زي ما احنا قلنا خمسة وعشرين للمبة. او ان احنا نضغط على ده. ثم تاكر الحاجة ايه? انفضي الكل. طيب. انا عاوز الحكاية دي تبه مرة واحدة ولا تقعد تشتغل ليد في يد كده زي للمبات الليد او اللمبات اللي بتبه في الفرح كده. او زي اللمبات. طيب حضرتك ادخل على الكنترول. وعندك حاجة من الاتنية. زي ما احنا اتعودنا. اما تمام اما نختار تكرار لها مدة معين او لعدد معين من المرات او نختار مثلا. يبا كده ايه? كده ادي المشروع بتاع الجلب النبط. هنبدأ نشتغل نضغط على ونشوف ونشوف المايكروبيت مع بعض. انه نصار هو شغيل. نتعرب كود البرمجة اللي احنا عملناه بتاع القلب النبط. واحنا طبعا موصلين دايما نتأكد ان احنا موصلين وشغال البلوتوس. احنا مشغلين وان فعالين البلوتوس. ونبدأ نشوف الحركة بتاعت القلب النابض. اول من ايه ده تعالى? يبدأ يشتغل المشروع اهوت. ونلاحظ ان الويت هو اللي هو عامل مهم. يعني انت لو عاوز تجلل كل ما هتجلل طبعا كل ما السرعة بتاعت اللمبات الليدي هتوب بافضل. تمام كده? تبدأ تغير زي ما انت اعاوز السرعة بتاعتك. مشروع جميل جدا. انا حضرتكم كان معكم الاستاذ امين عبدالحسيب الضريبي. اتمنى ازا عجبك الفيديو. ما تنساش تعمل لايك اصاب اسكرايب او اشترك معنا في القناة. وما تنساش اتفعل زر الجرس ليصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.